كان الأهلي فيها هو الأقوى هو الأخطر هو الأكثر فعالية هو الأكثر وصولاً وبيتهيق لي لو كنا نجحنا في استقلال الفرص اللي قطيحت لينا أو اللي كنا قريبين فيها من مارمى بيرمس كان سيناريو المباراة اختلف تماماً وكانت مباراة دي ممكن تروح في سكة تانية في سكة سكور يعني تانية يعني كرة وسام اللي حطات شب من فوق الشناوي دي لو كانت دخلت كرة وسام برضو تانية اللي حسين عملها له بس كان البوس كان سريع شوية وهو ملحقش في الرجل وفيها كويس تزديدة مراوان عطية اللي كانت متصلحة له وبتهالي كانت يعني محتاجة تتحطي بلايسنج أكثر ما تتحطي فيها قوة يعني لو الأهلي كان استغل الفرص دي ده ده الشب اللي كنت بقول عليه كرة دي وقوة وسام الحقيقة يعني ما بتتلابش غير كده بس كانت محتاجة أنها تبقى رجله أحن شوية في الشب عليها أكثر من كده لكن لو أصدوا التلت ساعة الأولى الأهلي عمل كل حاجة في كرة بالزبط طبعا أتفل معك يا أحمد جدا النادل أهلي قدم خلط عشرين ديها مميزة كان ينقصه بس التوفيق لا الهدف بتاع هدف طبعا الهدف ده أنا أتكلم عنه أن أنا جايب حالات عن الهدف ده لأن الهدف ده جملة تكتيكية لبرسل كولر مهمة جدا وعايزك تكلمني على السويتش اللي حصل بين الشرحات وطهر طيب كويس جدا سويتش ممكن نجيب الحالات يعني أنت حالات لنا جايبها وفعلا السويتش ده ليه دور مهم جدا وده الجملة بص ده طاهر يعني ده طاهر محمد طاهر اللي في نص الملعب طاهر استلم الكرة من حسين الشحات لقى بالكرة الناحية الثانية هناك خالص نكمل حالة اللي بعدها عنده أكرم عنده أكرم أكرم طاهر أحد بص يا أحمد طاهر لا ده خالد عبدالخالد أكرم وراه أكرم وراه بص طاهر هيتحرك من نص الملعب هيتحول من لعب كنججناح حسين الشحات هيروح كنججناح يمين هناك وطاهر هيتحول لمهاجم تاني نقف هنا طاهر محمد طاهر هو عند نقطة الجزاء عند نقطة الجزاء والجملة دي مرسيل كدر بقاله أكتر من أربع خمس مباريات بيعمل عملها مع عمر السلية وكان هو اللي بتحول هو أنا جايب حالات لعمر السلية في مبارتين الجيش وهو بيتحرك بنفس المكان وده اللي قالي بيحرز منهم أهداف لوحده خال لوحده خالس لوحده خالس لوحده خالس لأو حاجة تانية بص المدافع بتعبيرها تلقيا هيعمل ايه انت لويت لو مدافع هيروح رميات هيروح على طار وده اللي يحصل حالة اللي بعدها مدافع برامت أعتقد محمود برعي هيتحرك نكمل حالة بعدها نروح السورة للسلية التانية اللي بعده هسين الشحات هيعرض الكورة طبعا المدافع راح على طار وده يبين زكاء مرسيل كولر زكاء طاهر في النهوة بيكافئ كولر في طبعا توظيفه في مركز المهاجم الوهمي كل المدافعين مشواخدين باله من طاهر جاي من الخلف وده حاجة كولر بدأ يعملها بالفترة كبيرة عملها مع حمد فتح في وقت كترة جدا ودائما بتنجح في المبارات الكبيرة عملها بكده في فترة الزمالك مع حمد فتح عملها في مبارات بيرمت أيضا مع حمد فتح والنهارده وسام أبو علي برضه بيتحرك تحركات نموذجية تحركات بتخلق بساحات للعيبة اللي جاي من الخلف مهاجم مميز جدا 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 وكمان دقة دقة بص حسين يعني بص حسين قدامه بص يا أحمد أربع لعبين من بيرامتز وان انت تعمل البص بالدقة دي لآخر واحد خلي بالله أربع لعيبة وحد اسم مرمو لا ووسام آخر ووسام آخر واحد شلناوي لو خد خرار مقطع كان ممكن جدا نجيب بقى الحالات الحالة اللي بعدها بصنا بص هنا ده عمر السلية لعب تاني خالص فوريك بس نيكولر بيعمل نفس الجملة لكن بلعبها مختلفة هنا عمر السلية مفروض لعب رقم 8 بيتحول لمهاجم تاني هو راس حرب هو راس حرب هنا في الصورة طبعا راس حرب نكمل ده كريم فؤاد هيعدي هيعرض الكورة طبعا هليحصل لخبطة هنا بين ووسام أبو علي برضو ووسام أبو علي دايما المشاكس في كل كرة عمر السلية اللي عليه الدائرة ده الكرة مستنية جدا ترد من الملتفعين هيكمل الكرة بسرعة جدا في قلب المربع طبعا عمر السلية عمل كده في مبارات الجيش التانية دي المبارات تحت 4-0 مبارات تانية 2-0 عمر السلية برضو نزل من الشوتين ونزل جاب جون بنفس المكان نفسه كل الحاجة فكولر نجح بالرغم أن أنت ما عندك شغل مهاجم واحد في السكوادة عندك بقى لك أكثر من 4-5 مبارات تقريبا هو نجح أنه هو يخلق مركز جديد لأغلب اللاعبين في الملعب سواء لعب رقم 8 أو حتى طاهر ويعمل لها مركزية خلت اللي أنت قلت علي أحمد في دولة السويتش ما بين حسين الشحات وطاهر لعبة برامة سكانتاية وده بانت جدا في أغلب حتى في جون حسين الشحات أو ضربة الجزاء لعبة برامة سواء فتاها لأن حسين الشحات بيتحرك في كل حتة في الملعب ما فيش حد موجود في مركز واحد هو أكتر لعبة الأهل اللي كانوا مبارح مصدر خطورة كانوا في